كيف نكشف المخدرات أو أي ضع ممنوعة متهربة داخل الشحنة استخدام العينين والأيدين في الفحص مش كفاية يعني مثلاً جاتلك شحنة براميل كيمويات هتفتح غطل البراميل هتلاقي كيمويات خلاص؟ لكن مدى من طرق التهريب إن البراميل ممكن يكون متبرشم يعني البراميل عبارة عن طبقتين الطبقة اللي فوق كيمويات وطبقة اللي تحت البدوعة اللي متهربة تعال نقول مثال تاني عندك شحنة أفرخ ورق ممكن المهرب يعمل شباك داخل الأفرخ يدخل فيها بضايا المتهربة أو رولات الورق ممكن يخبي جوه الكونة الكارتون اللي الورق بتلفه حواليها أفضل أداة تكشف النوعية دي من التهريب هي جهاز الفحص بالأشعة جهاز الفحص بالأشعة بيكشف الكسافات المختلفة في شحنة البراميل هيكشف إن الكسافة في كوع البراميل مختلفة عن الكسافة اللي في السطح في معنى كده في حاجة غريبة محتاجة تفتيش دقيق ركز قوي في الحتة دي طالما الجهاز بيشتغل على الكسافات فبالتالي هو بيكون فعال في البضايا المتمثلة زي لو شحنة كلها براميل أو شكاير أو تانكات أو رولات في الحالة دي هيقدر يؤدي دوره بكفاءة وفعالية ويساعد على تحقيق المعادلة الصعبة وهي الحفاظ على الأمن القومي وتخفيز زمن الإفراج والحفاظ على السلامة البضايا المشكلة هنا بتحصل إمتى بقى؟ لما موظف الجمرق يسيء استخدام تلك الأداة في الفحص يعني يكون عندك شحنة قطع غير سيارات فيها يجي 200 صنف ونظام المخاطر بتاحها جاي إنه أحمر سيء يعني كشف الجميع باستمرت جرد في حضور الأمن والتهريب يعني البضاعة كلها تلقت من الحاوية وتفحصت حتة حتة تلاقي موظف بعد ما يخلص فحص يقولك يتم عرض الحاوية على جهاز الفحص بالأشعة عند الصرف وانت مستني من جهاز فحص الأشعة يقولك إيه؟ طبعا الجهاز هيقولك إن الحاوية فيها كسفات مختلفة فالشحنة تعطل وتقف على الباب يوم الصرف وبالتالي الجهاز ما قداش دوره لإحنا منتظرينه منه فبدأ من نساعد من الجهاز في إنه يساعدنا في الفحص ويخفض من زمن الإفراج لا دا إحنا بنسيء استخدامه أقولك بقى عالتقيلة شحنة الأمتاع الشخصية واحد مصري كان مقيم في الخارج وقرر إن يرجع بلده فلما كراكبه كلها وحطها في الحاوية تصدق يا مؤمن إنهما بيعرضوا على جهاز الفحص بالأشعة لذلك ندعو السادة المسؤولين بمسلحة الجمارك في إعادة النظر في طريقة استخدام جهاز الفحص بالأشعة وتحديد الحالات التي يكون فيها استخدامه ضروريا وفعالا ويجب توجيه الموظفين على كيفية استخدام الجهاز بالشكل الصحيح وتجنب إساءة استخدامه في الحالات التي لا تستدعي ذلك مع الاستخدام الأمثل لجهاز الفحص بالأشعة نقدر نحمي بلدنا ونحافظ على سلامة البضايع ونسرع من زمن الإفراج ونشوفكم على خير ومن الله